وعلى النقيد من ذلك غرقت شوارع المناطق المنخفضة في العاصمة الهندية نيودلهي في مياه الفيضانات بالرغم من بدء انخفاض منسوب المياه بنهر جامونا بعد أيام من الأمطار الشديدة وتجاوز منسوب المياه بنهر مترين وسبع سنتيمترات وهو أعلى منسوب تشهده العاصمة منذ أربعين عاما وأغلقت المدارس والجامعات في العاصمة خلال أسبوعين من الفيضانات التي أودت بحياة أكثر من مئة شخص اشتركوا في القناة